شاهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسمة توقيع حق انتفاع بالأرض لصالح مجموعة أنترو القابضة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة المنطقة الاقتصادية بخانة السويس لإنشاء مركز كيمت للبيانات عقب التوقيع أكد مدبولي على الدور المحوري لمراكز البيانات في دفع عجلة التنمية الرقمية في مصر في أطار رؤية مصر 2030 والتي تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للابتكار وتكنولوجيا لفتن إلى سعيد دولة بمختلف أجهزتها المعنية إلى توفير بيئة جاذبة للمستثمرين في مجال مراكز البانات وذلك من خلال تأسير الإجراءات وتقديم الحوافز اللازمة والاهتمام الكبير بتدريب الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي